البيئة الأمانة التي وضعها الله في أعناقنا جميعاً لنستمتع بها جميعاً تعالوا تعرف على تعاملنا مع البيئة في بذرة من بذور الخير اليوم في هذا البرنامج فحياكم الله جميعاً هذا الكون اللي ربنا خلقه سبحانه وتعالى هو أنا حر أتصرف فيه زي ما بدي لا تعني فهم القصة من أول البيئة وإيش البيئة كل ما يحيط فيك اسمه بيئة ومدام ربنا قال لك سخر لكم ما في الأرض جميعاً منه سخر لكم ما في الأرض في الأرض كله الكرة الأرضية جميعاً منه يعني من الله فمعنى ذلك حط لك قوانين لأنه الله ما خلقنا عبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً أنت بتفكر هيك الموضوع لعبة لا الإسلام جماليته أنه حطلنا قوانين التعامل مع الأشياء فاليوم طلعوا بقوانين للبيئة أو وزارات للبيئة أو رعاية البيئة أو حماية البيئة طب تعالوا نفهم ديننا شو عكاً تعالوا نفهم ديننا لتجد أنه الدين قاعد بيوجهك للخير طبعاً في كل مسار من مسارات حياتك البيئة يعني الأشياء المحيطة فيك أنت إيش محيط فيك في طيور مش هيك وإحنا نروح على القنص ونروح نصيد طب اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما من طائر يقتل هاي بيئة ما من طائر يقتل إلا ويأتي يوم القيامة يقول يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني عشان حافظ على الطيور عشان ما نجعلش من الطيور وسيلة تسلية سل عبدك مش معناته حرام القنص لا لا ما نفهمش غلط كمان لكن القنص في غير وقته غلط لأنه راح يدمر البيئة راح يدمر التكامل البيئي لكن إذا كانت الدول تحدد أوقات للقنص هذا ما في مشكلة هو مباح لكن هذا المباح راح يسألك لماذا قتلتني والله أنا قتلتك هيك تسلية صحيح والله يعني أزهقت روحاً للتسلية قتلتك هيك يعني بصيد وبرمي لا أنت غلطان لكن نحن طالعين مخيم ومنصيد منوك الموضوع الثالي لكن أتكلم أنا عن القتل العبثي القتل الجائر الصيد الجائر ما من طائر أن يقتل خليها قدامك ما من طائر أن يقتل إلا ويأتي يوم القيامة فيقول يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني عشان هيك اليوم صار في عنا محميات طبيعية يجب أن نحافظ عليها وجوباً شرعياً لازم نحافظ عليها علشان بعض الكائنات الحية لا تنقرض فهذا جزء من واجباتنا أن نحافظ على وجودها جزء من واجباتنا أن نحافظ على هذا التكون البيئة والتنوع البيئة أن يبقى موجودة البيئة شو فيها فيها مي قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن شو الملاعن يعني الحركة اللي بتسبب لصاحبها اللعن اللعن معناته الطرد من رحمة الله الكلمة مش سهلة شو الملاعن يا رسول الله قال أجلكم الله جميعاً البول والغائط في الماء الراكد وفي ظل الشجرة هاي مي وشجر نحافظ عليهم لما يجي واحد يوسخ في الماء لما يجي واحد يوسخ الأشجار ونطلع على رحلة ونعمل مشاوي وهش ونش ونبسطنا مش عارف مين وتركنا الزبال أجلكم الله جميعاً تركناها مكانة وسحبنا حالنا وطلعنا أنت خالفت الدين مش خالفت الدولة انت خالفت الدين انت مش خالفت الحكومة انت خالفت النبي لهالدرجة أيو عليك إثم لأنه لو يجي واحد يستفيد من ظل الشجرة راح يقول هيك من هيك للي عمل هيك مش هيك اتقوا الملاعن قالوا وما الملاعن يا رسول الله قال البول والغاة يعني أي قادرات في الماء الراكد لأنك خربت الماء وفي ظل الشجر هذا حرام هذا منهي عنه هذا ما بيجوز لما نطلع رحلة إحنا وأولادنا وخلصنا الرحلة جيب كيس معك وخلي الأولاد يلموا أو ساخن لأن هذا الكون في نظر الإسلام هو بيتنا الأكبر عشان يقل لك النبي عليه الصلاة والسلام وإماطة الأذى عن الطريق الإيمان بضع وسبعون شعبة بيجي بكج مع بعضه ما فيش تقول لي والله أنا حاب أأمن بالله بس بالنسبة لموضوع البلائكة والله أنا يعني مش مقتنع فيه نعم شو مش مقتنع فيه الإيمان كله بيجي بكج واحد بتأمن بالله وملائكته وكتب والله أنا حاب أأمن بالرسل لكن بالنسبة للكتب بالله أنا لا مش عكيفك مش هيك الإيمان بالله وملائكة كتب الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق يعني أنت لما بتميط الأذى عن الطريق هو جزء من إيمانك هو جزء من إيمانك تميط الأذى عن الطريق لكن عندي سؤال صغير أتحملوني فيه لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إيماطته أذى عن الطريق متى حكى الحكي؟ متى؟ قبل خمستاشر قرن طب هو قبل مئة سنة كان في المدينة المنورة طرقات كان فيه؟ ما فيش طب قبل خمستاشر قرن ممرات ترابية طب يا رسول الله نفهم الكلام النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن الذي كانت فيه الطرقات ممرات ترابية أمرنا أن نحافظ على نظافة الطريق ومسا فيه الشوارع طب شو بتعمل يا رسول الله؟ كان عليه الصلاة والسلام يبني البشر قبل بناء الحجر حتى إذا وجد الحجر كان البشر مبنياً اليوم نعمل هاي ويز ومنعمل طرق مفتوحة ومنعمل أوتوسترادات ومنعمل جسور ومنعمل أنفاق بس بيجيك شاب لما يخلص من كاس الشاي إلى كاس العصير بيفتح الشباك وبرميها لأننا تفننا في بناء الحجر وقصرنا في بناء البشر قبل خمستعشر قرن أيوة تعامل مع البيئة بيقول لك اعتني بالطريق بيقول لك إماطة الأذى عن الطريق صدقة لأنه تعتني بالطرقات لأنه تعتني بالفناء بيتك لأنك تعتني بنظافتك لأنك تعتني بجسدك لأنك تعتني حتى بالجو هو فكان على أيام النبي جاء أيوة قال لك النبي عليه الصلاة لا يؤذي أحدكم ممنوع لا يؤذي أحدكم جاره بإيش بقتار قدره بريحة الأكل يعني أنا ممنوع آذي جاري بريحة الأكل وريحة الأكل زاكي لكن ممنوع لكن مسموح أولي عجل بالشارع ودخنة وانبعاث حراري وكربون ودخان طالع مسموح إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الإنسان أن يؤذي جيرانه برائحة الأكل فما بالك برائحة العجال والبلاستيك والمصانع والدخنة شو رأيك لكنه النبي لو كان فيه زمن ومصانع كان قال بس ما فيه زمن ومصانع فضرب مثالا مما هو موجود لا يؤذي أحدكم جاره بقتار قدر المي الشجر الحجر الشوارع البيئة كل هذا نحن مأمرون بالحفاظ عليه بيئتنا أمانة اليوم في أعناقنا لأن الله قد سخرها لنا والإضرار بالبيئة حرام حرام الإضرار بالبيئة ما واحد يجي يقول ما هو بلدنا يا سيد وإحنا حاب نعمل فيه أيوة بلدك كونها أمانة في رقبتك بلدك يعني أمانة أمانة في رقبتي هاي معنى الكلام هم وليش صاروا ورأيت الناس يدخلونا في دين الله أفواجها ما هو الإسلام نفس اللي في المدينة هو نفسه في مكة بس ليش صار الناس أفواجها لأنه في مكة المكرمة كان يحكي عن شيء اسم نظافة بس ما كانش ينطبق لما إجوا على المدينة المنورة والصحابة طبقوا النظافة وطبقوا الأناقة وطبقوا اللباقة وكله طبقوا لما طبق هذا رأيت الناس يدخلونا في دين الله أفواج البيئة كل ما يقع عليه نظرك ولذلك لما صحابي دخل عن نبي عليه الصلاة والسلام اسمع بقول نقطة مهمة البيئة كل ما يقع عليه نظرك دخل صحابي عن نبي عليه الصلاة والسلام وكان منفوش الشعر يعني عامل هيك وكشته طالع وحالته حالة فقال عليه الصلاة والسلام ما وجد هذا شيء أن يسكن به رأسه يا حبيب روح مشط حتى لا يؤذي البيئة هذا اسمه التلوث البصري اليوم لما عرفوه اليوم عرفوه هم النبي ما قال له غسل قال له لا روح مشط شعراتك لأنه انت عاملنا تلوث بصري ليش اليوم الدول بتعمل قانون للتلوث البصري والضوضاء مش عارف مين عشان العين ترى جميل لأن ما وقع عينك عليه أثر في قلبك فلما شوف مشاكل مشاكل والله قلبي بتغلث ولما شوف الحلاوة والنظافة والعمارات والسيارات والله الواحد قلبه بفرح فالصحابي دخل شعره هيك فقال عليه الصلاة والسلام أما وجد هذا شيء أن يسكن به رأسه حبيب روح مشطه تعال وراح الصحابي وتمشط وإجه يسكن عارشه يسكن أي شغل تحطه على شعرك عشان يسكن شعرك عشان يهدى شعرك و لذلك الشبابنا اليوم اللي بحطه جل و بحطه سبريه و أقسم بالله أنه من سنت النبي عليه الصلاة والسلام مش هو شيء أن تسكن به رأسك آه مش هو شيء ترجل به شعرك آه كان الإمام مالك رضي الله عنه كل ما أراد أن يخرج الدرس اغتسل و لبس أحسن ثيابه و مشط لحيته و شعره و عم عماماته ثم يغرر عشان يكونوا حليوة اليوم البيئة تحتاج حتى التلوث هذا الأنفي أي تلوث قال عليه الصلاة والسلام شف من أكل من هاتين الشجرتين الثوم البصل فلا يقرب النمو الصلاة لما تيجيش تصلي ممنوع تصلي إذا ماكن ثوم وبصل تيجيش على الجامع بينما الأعمى ما سمح له افهم حديث النبي ما هو من يريد الله به خير أن يفقهه يفهمه مش يحفظه لا بفهمه الأعمى ما سمح لهش النبي يتأخر عن الصلاة و اللي ماكن ثوم وبصل ما تيجيش على الجامع طب ليش يا رسول الله قال لك الأعمى لما بيجي على الجامع ما بينفر حدا في العكس الناس يعني ترقوا له بتحب تساعده لكن واحد ماكل ثوم يفوت على الجامع بيطير عشر من الجامع و الله عمرهم ما بيرجعوا ستقول لك وين نروح الجامع كله بثوم وبصل يرى و الله ما بنفات لأن آكل الثوم والبصل لوث بيئة المسجد فطرد المصلين طردهم ستقول تعالى نروح الجامع و يقول الله يخليك الله يخليك هذول الشيوخ كلهم ثوم وبصل الله يحببهم بالثوم والبصل بيفطر ثوم وبصل و بيجي صلين التراويح بيطير اللي بالجامع بس الأعمى ما بيطيرهم فقال لك من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلان و عن فكرة الثوم والبصل مش من أركان الإسلام ولا من قواعد الإفطار يعني ها بس بينه بينك يعني مش درد تفطر بصل و تيجي تصلي معنا بالجامع و تزابط ليها كلها ثوم و جاي تصلي معنا بالجامع حبيبي صلي في بيتك الله يسر بيتك صلي في بيتك عشان يقل لك و منس من طيب إن كان عنده عشان لما روح على الجامع يكون حديقة ورود عشان كل هذا مفحفع و هذا حط و لازم العطر تبع الأموات هذة اللي بحطه منه لا يا حبيب لا مش شرط احنا ما فيش عنا شيء اسمه هذا عطر إسلامي ما ما فيش قال عطر إسلامي كل هذا عطر أموات يا حبيبي بيجاي تحطلي منه يعني مثلا تحملوني بالكلمة إنه عطر أموات يا حبيب الله يخليك تضع في كل بلد ما يناسبها من عطور في ناس بيحب العطور الأجنبي في ناس بيحب العطور العود و الكذا و في ناس ببلد و بحط أبو فاس و في ناس ببلد و بحط عطور باكستاني مثلا فمش شرط نخلط الدنيا في بعضهم و نقول هذا عطر إسلامي الله يستربيتكم احنا بدنا نرواح الجميلة و الطيبة الله يفتح علينا عليكم إن شاء الله طيب رواحكم البيئة أمانة الله في أعناقنا فلنتقن تعاملنا معها لنستفيد منها اليوم و تبقى ذخرا لأبنائنا غدا أسأل الله أن يعيننا على ما قلنا أنه على كل شيء قدير إلا أن ألتقي بكم أستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته